أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار في خلفية جديدة لكلمته المصورة الثالثة والتي استمرت لنحو نصف ساعة يظهر نعيم قاسم الذي لا يزال يحتفظ بمنصبه كنائب للأمين العام لحزب الله مع شغور منصب الأمين العام بفعل اغتيال نصر الله الذي ظهر بصورة بجانب قاسم في دلالات جديدة فالرجل بدأ بالإشارة لتحول المرحلة من الإسناد إلى المواجهة والحرب مع إسرائيل تلك الدلالة التي فسرت بتغيير استراتيجية الحزب في إعلان واضح وصريح قاسم الذي لم يتطرق لقرار سبعة عشر صفر واحد بل ذهب لمعادلة المقاربة الإيرانية كعنوان عريض يصور تمسك الحزب بقراره بعيدا عن التوافق اللبناني يقول خبراء ويؤكدون أنه ومع تعزيز الحزب لتحالفاته مع حركة أمل والحفاظ على ولائه لإيران فإنه يواجه تحديا داخليا متمثلا بتهديئة الرأي العام اللبناني الذي بات منقسما حول دور الحزب السياسي والعسكري اتضح هذا بربط قاسم لوقف النار بوقفها في غزة ودعواته لأنصار الحزب وعناصره بالقتال وبفعل تأزم الموقف اللبناني اللبناني حول ما يصفه الشارع الداخلي بزج حزب الله لبنان إلى مجهول أمام آلة الحرب القاسية والتي على ما يبدو أثرت بغرفة عملياته ليكون الرد بنداء الوطنية من طراز بيت الشارع إذا الشعب يوم أراد الحياة نداء قرئ في غرف الرصد اللبناني تحديدا بمناشدة يطلقها الحزب لوقوف اللبنانيين مع قراره السياسي والعسكري أو فلتكن هي لغة التحدي والتي قيلت باللبنانية المحلية حزب الله بيئي على ألب لمن نحابب وبعيدا عن لغة الحب والعاطفة إلى أين يتجه لبنان وماذا ينتظر النازحين الذين يرون وعد قاسم بتوفير أماكن بديلة وعدا غائبا عن واقع تسوده لغة الخراب والدمار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة